السلام عليكم ورحمة الله ورحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات ام هيتم اليوم ان شاء الله رحمة الرحيم فيديو جديد فيديو اللي اكتر من رائع وصفات اللي زوينين بزفزف سواء هكا للضيوف للقوتل ولدات المدراسة الوصفات الممكن انكم تحتفظوا بهم في المجمد سيكون لدينا فيها نوعين من اللي بي نوازغي سيكون لدينا تشكيلها اللي كيجي زوين بزفزف كيجي اكتر من رائع وغضي نشارك معكم كذلك حتى شكيل ديال البتيبان او الكروسة اللي كيف تعرفو كذلك طريقة اللي هي سهلة بزف وكتعطي نتيجة اللي هي ممتازة مع فطائر ماليحة او لليسوفلي او للمعروفين لدينا بلي شوصون وبحشوة اللي خطيرة حشوة مختلفة عن المعتاد ان شاء الله تجربوها وتعجبكم كيف ديو متنسوش لي اللايك والفرطاج للتشجيع وما نتوش عليكم خليكم مع هذا الفيديو الاخير اكتشفوا معنا المقادير وكذلك كيفية التحضير ونبدأوا على بركتي الله بالعجين ديال اللي بي نوازغي اللي غدي نحتاج لهنا كأس ونسف ديال ما اللي يودى في ما يعدل ميتين وخمسة وعشرين جرام غدي نحتاج هنا خمسة وسبعين جرام ديال السكر ما يعدل نسف كأس ملعقة كبيرة ديال الخميرة حبيبات ما يعدل عشر جرامات نضيف حبيبات ديال الخميرة مباشرة نضيف واحد الحبة ديال البيض بدرجات حرارات الغرفة نسف كأس ديال زيت نباتية كذلك سيكون هنا ما يعدل خمسة وسبعين جرام بالضبط وكيف العدن خلط مزيان حتى ينسجم لي الخليط وتسفد ككلية الحبة ديال البيض نضيف ملعقة صغيرة ديال الملح وملعقة صغيرة ديال الخلب بالنسبة للناس اللي يريدون المحسين فبطبيعة الحالك نضيفه من جوجة لثلاثة جرام ديال المحسين الخمز او المحسين المخبوزات ديال الدقيق الأبيض دائما نوعية جيدة من الأفضل تكون خاصة بالحلويات بشترطيكم نتجة اللي يزوينا نحاول نلم العجين ديالي ومن بعدها ينزله هنا لسطح العمل سيتلاحظوا بأن العجين بحلة يلتسق هكذا شي شوية او لنوعا ما في اليدين ديالكم او لا مع سطح العمل ما تخافوش منه غير هواد العجين عفوان ديالي بين واثغين كتبغيها تدلك واحد شوية واحد جوج ديال دقائق سوف يحتيك تنساجم وما تفقاش كتلتسق مع سطح العمل وكيولي الوجه ديالها امنس هذا الشكل هذا عجينالي هي طرية ماشي قاسحة وماشي كتلتسق في اليدين هي فقط القوام ديالها في الاول كيكون كيلتسق في اليدين كنخليها فقط واحد الخمسة ديال دقائق غير ترتاح ماشي تختامر نهائيا ما غير نخليها تختامر نخليها غير ترتاح باش نقدر انني نبسطها نستعلم شوية ديال دقيق ودلك طبيعة الحال ونحاول انني نطلقها اما بشكل مستطيل او لشكل مربع بسو مكلي غدي يكون يعني متوسط ماشي ضروري انكم ترقوها طب هنا من بعد ما نطلق العجين ديالي غدي ناخد هنا ميتين وخمسين جران ديال زبدة التوريق او زبدة مارغارين من الافضل تكون عندكم كواحد نصف ساعة من قبل التلاجة حتى تكون بردة متوسكة كتحكوها بالحكاكة هكا وتوزعوها بالتساوي من فوق الطبقة ديال العجين ومن بعد كتبقو تلفو العجين ديالكم بهذا الشكل وكتضغطوه باش هديك الزبدة كتبتلكم على العجين ديالكم سوف يمكنك نبقى نلف حتى نكمل يعني للمربع ولمستطيل اللي درته ديال العجين وكنقفل عليه عادي جدا من بعد ناخد هذا البودا هذا اللي شكلناه مباشرة يعني العجين اللي هي سريعة صراحة تحضره في واحد الوقت اللي هو قياسي وتخدمو بها مباشرة ما كتاخدش منكم الوقت كيف شمعايا بصدتها بشي شوية بالعرض ومن بعد خذتو كذلك وطلقتو هكا بالطل صافيو كنعاود كذلك نطلقها كشي شوية بالعرض مباشرة غدين ناخد هنا العجين ديالي لكان فيه الدقيق زيادة كنحيدو بطابة الحال مش العجين عفوان يلتسق مع بعضه وكنطوي الطرفين متقابلين ومن بعد كنطويهم على بعضهم او ما يسمى الدبل تور سفيه اول عجين ديالي واجد غدين خليه كذلك خمس دقائق فقط غير باشي تطلق معايا ونبغي نتلقو بكل سهولة بلا متر تقليه بطابة الحال غدين نتلقو هنا شي شوية بالطول سفيه غدين نقسمو على جوج غدين ناخد نصف العجين نخليه جانبا او الكمية المتبقية غدين نستعني بالدقيق ونحاول انني نبسطها بزنك اللي غدي يكون متوسط بشكل هنالي غدي يكون مربعين الشكل الاول اللي غدي ندير ديال الفطائب غدي يحتاج انني يكون عندي شكل مربع من الافضل يعني باشك تحصلوا هكا على قياسة ليمو مقادي كنزول الجوانب غير واحد الكمية قليلة انتم كيف كتشوفوا غير كنقد بها العجين ومن بعد مباشرة قد نقسم هنا يوم التسعود ديال الحصاص على الشكل مربع بطبيعة الحال اللعبار اللي دفت فيه انا عشرة على عشرة يعني كل مربع في عشرة سنتيم على عشرة ديالسنتيم ممكن اصغر ممكن اكبر كنناخده هنا كيف كتلاحظوا معي كنستعني نغرب شوية ديال الماء كندير هكا القنيتات بالماء وكذلك الوسط باش من بعد من اللي كنلاقي الاطراف كيتبت العجين وكيلسق مزيلا وميتحلش لنا اثناء الطهي طريقة عادية جدا كلها طرفين متقابلين يمكن لسقهم مع بعضهم وكندغطها كاف الوسط مزيلا باش كيتبت لي العجين هنا طبيعة الحال الجهة اللي كيتقابل فيها العجين قد نحاولها كندغط عليها مزيلا منها يتبت لي العجين ومنها كندير حفيرة باش من بعد قد ندير فيها ان شاء الله الكريمة نغطي عليها ونخليها جانبا كتخمر ونخذ النصف ديال العجين المتبقي وهنا قد نتلقو بالطول عفوا كدالي كسوم كلي غدي يكون متوسط وكيف العادة قد نخذ هنا الجرارة ونقطعها ونحاول نقطع الجوانب منها كان قد العجين طبيعة الحال مش كي يطينا توريق لي هو زوين من بين هنا كيف تلاحظوا معايا انا قد ندير اليوم هذه البتيبة حجم لي هو متوسط فقد ندير هنا العرض ديالهم 6 ديال سنتيم وهنا عندي فطول عندي 20 سنتيم سوف نقطع القطع لي بطبيعة الحال لو بغيتو الكروسون ديالكم حجم لي هو كبير ستديروا فيه 7 ديال سنتيم حتى ثمانية وإلا كنتو بغيتو تديرهم صغار فخمسة ديال سنتيم غدي يجي الشكل ديالهم زوين نضع القطع هكا ديال شوكولاتة وكان طوي وكان دير قطع اخرى وكان طوي سوف يطرف الاخير دائما كي يكون من الاسفل ديال كله قطعة طبيعة حال لو بغيتو تديروا الكريمة ره ممكن بطبيعة الحال دائما كنديرهم في اللاطا انا هنا كيف تلاحظوا معايا كنضغط شوية على البسيبان ديالي اني ما كان بغيهم مش من فوقين وإلا بغيتو مجوكم من فوقين فما تحتاجوش انكم ضغطوا عليهم كذلك كنغطيهم وخليهم كي يخمروا وهنا غدوز نحضر العجين ديال اللي شوصون او اللي يسوفلين احتاجت فيه هربعة الكؤوس ديال الحليب اللي ثم نرطبهم هكه بشوية ديال الحليب وكان ضيف ملعقتان الزيت الملح اللي حسب الضوك وكان نكمليAm الفشوط معايا كذيال الحليب اللي هُدافي ومن بعد غدأن نكمل عجين دياله بالمل اللي هُدافي بطبيعة الحالك مسبع نلم عجين اللي غير شوية بشوية تدريع عجين الصوآ ما كانا طلبتك من هناك عجينه وقتصدي ترديل ما يعني كأس غير ممتلئ ديال ما مع كأس ديال الحليب كيف غد تلاحظوا معي العجينة ما غاديش تحتاج منكم شي دلكولة مجهود لي هو كتير مهم تتلم معكم ما يبقوش فيها كتا كتولات صافيكا ندهليها الوجه ديالها بشو يزديد ونغطيها بالبلاستيك وغادي نخليها جانبا ترتاح او لا تختمر ماشي مشكلة لا حسب الوقت اللي عندكم الى اختمرات ماشي مشكلة ما كاش عندكم الوقت اخليها على الاقل واحد الخمسة ديال دقائق غير ترتاحها تطلق معكم العجينة مش تعطيكم نتيجة بيزوينة بالنسبة للحوش واخديت هنا حبة ديال البطاطس مسلوقة اللي ما استهام زيال غادي نحكي عليها ثلاثة الحبات ديال البيض اللي هو مسلوق كيف كتشوفوا من بيض غادي ناخد هنا واحد العلبة ديال تونة ديال زيت او ديال ما المهم تكون مصفية غادي نضيف هنا شوية ديال زيتون اللي هو مقطع اربعات القطاع ديال جبن المثلات ممكن ديره جبن مفروم غادي نضيف هنا شي شوية ديال هريسة اختيارية صافيه غادي نعود نخلط هنا يمزي 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 نطبيع الحال ممكن نضيفه هنا المايونيس ممكن نضيفه المورتادلة ممكن نضيفه اللانشون يعني الاضافات تتبقى اختيارية حشوة اللي هي سريعة وكتجيل ديال صراحة كتجي من اروع ما يكون هنا تقريبا من بعد اه 15 دقيقة يعني غير وجهت الحشوة ديالي كنرجع للعجين نلاحظوا معي العجين نرتاح وطلعت فيها كواحدة شوية الخميرة ننزل منها الاختمار بشكل عادي جدا وهنا غادي ندوز باش نقسمها القطاع بالنسبة للقطاع غادي ناخد هنا هي 15 قطاع كل قطعة بالضبط فيها ما بين 50 واثنين وخمسين جرم سنشكلهم على شكل كورات من البيض غادي نغطيهم بالبلسطيكا غير واحد المدات ديال الجدقاء غير رتح لي هكا العجين باش نقدر انني انبسطه كنستعم شوية ديال الدقيق وبالستعانة بدلا كنبسطه غير واحد شوية هكا يكيف تلاحضوا معي شكل دائري او لا تقريبا شوية شكل بيضاوي باش تعطينا النص دائرة اللي هي مقدة كنوضع كمية من الحشوة تقريبا ملعقة من كمية ديال الحشوة والجوانب كنبلي لهم بشوية ديال الماء فقط غير الماء باش يهكا العجين من بعد كيفشتو معي باش للاستو كيتبت لي يمزين وميتحش ليا اثناء الطهي فانتو ما تلاحضوا معي الطريقة سهلة بزاف بزاف كنوضع كنطلق عفوان العجينة ديالي كنوضع الحشوة في النصف السوفلي ولا العلوي اللي بغيتو كندهل الجوانب بشوية ديال الماء من بعد كنقفل عليها العجين كنبسط الحشوة باش كنتوزع ليا في الخبز يالي كامل وكنتبت بالفورشيت او للشوكة مباشرة وبدون اي اختيمار كنوضعهم في واحد اللطة اللي مدهونة بزيت او لمفرشة بورقة طهي كندهنهم بحبة ديال البيض اللي مخلطة بقطرات ديال الخل كندهن مزين 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 من بعد غدين ندينهم انا بشوية ديال زنج للبيض ممكن ندينوهم باش مبغيتو في بيت الحل او تخليهم قرب هات الشكل هذا مدهونين بالبيض كيف العادة اللي يشوصوا غدين نتقبهم انا بواحد واحد اللي كي يغضون هكا والاحد العويد غدين رواحد طقب صغير كيف كتعرفوا او الاسم ديرهم اصلا اللي يسوف لي غادي ينتفخوا معاكم ولكن باش ما يترتقوش كنديرو هكا واحد طقب ليه صغير باش يتنفسوا منهم سوف يمباشرة الفرن ديالي يكون مسخن من قبل على نار اللي هي غدي تكون متوسطة من الاسفل صغير يطيبوا يتخمرو ونحمرو هم إن شاء الله من الوجه ديالهون سوفي لي اللي يسوفليه من بعد ما كندخلهم الثقبهم والبعد مجيطيبو الفرن ديالي كيكون باقي صغير هنا يلي من يوازغي ديالي يكونوا خمرو فاكا ناخدهم وكندهنهم هنا بشوية ديال البيض يعني سوف ندهن به احتل الفين واثغي نحاول تقطيعات منقصها في البيت سوف ندهن مزيان سوف ندير فيها كريمة ممكن ندير فيها شوية مربكة ممكن ندير فيها شوية شوكولاتة خاصة بالدهن سوف ندخل لهم الفران سوف يكون سخون سخون مزيان قال toss لا تقم المرطوص الوافر دخلت من قجرات سوف ندخل الزور سوف يمكن للنسبة لفرن الكهربائي سوف تلترضون يجب عليهم 200-120 دراجة في الرب في الوسط تدخلهم 1-5 دقائق بعد ذلك تنقصهم 180 و يجب عليهم الطيب والناس الذين لديهم المروحة يخدمون المروحة هنا بنفس طريقة كيف تشمعي طيبة سواء البتيبان أو الفطائر هذا من بعد ما نخرجهم كيف تعرف الكريمة من بعد ما تخرج من الفرن نزيد عليها قليلا من الفوق و نزيد بحوية شوكولاتة فقط غير باش نهرز هذا اللون البرتقالي و نايا كندهن الجواني بشوية دي العسل او لا نطجة او لا مربة و اخليهم غير بها الشكل يبقوا زيونين زينت هنا بشوية دي الكوكو و محمر كذلك بالنسبة لبتيبان انتم ما شوفوا معي انا كيف كنت لكم انا مت يعجبوني شي جوا هاكا من فوقي ذاك شي لاش كنضغط عليهم زيان هكا كنقرصهم وإلا بغيتهم يجوكم عالين طالعين يعني بلا ما تضغطوا عليهم وبنفس طريقة كنزين بشوية دي الكوكو او الكوك او اللوز او لا تغبروهم سكر غلاسي او لا تخليهم بعد الشكل تحتفظوا بهم في المجمي كان هذا هو الشكل نهائي ديال التشكيلة ديال الفطائر الحلوة والماليحة اللي شاركت معكم اليوم اللي سوفلي او اللي شوصوا بالعجينة السريعة كي يجو اكتر من رائعين كي يجو اختافين جزب الحوشوة ما نعبش ليكم المديدة لديها غير المكوينة ديالها تعطيكم الخبار كتجي خفيفة كتجي زوينة من اروع ما يكون ساو انت تصيفتوهم مع الوليدات المدراسة حوشوة اللي كتمشي باردة ولا صخونة كتجي زوينة تشاركو تاخدوهم هكا في القوتي او في الاشياء محريرة من اروع ما يكون كذلك هنا يلا بتيباني انا شوفوا شكل دياله كيفش يجي كيفش يجي محمر كيجي مورق كيجي زوين بزر ساقطع معكم مرحة باقي سخون مهم غير تشوفوا معي الشكل دياله من داخل باقي مبردات في او ماذيك الزبدة كيجي مورقين صراحات يجي خفافين بزر كيجي فيم واحدة تقرميشة زوينة واحدة تقرميشة خفيفة واحدة توريق اللي هو هائل ان شاء الله غذيتجربوهم ويجبوكم بالنسبة الناس اللي بغوا يحتاجوا بوهم في المجميد راد طبيعة الحلب لما تزينوهم تخرجوهم من الفورن وديروهم في المجميد ديالكم حتى الوقات اللي تبويوهم غير جبدوهم كي يديكم جونو اللي وتتخنوهم فكيرجعوا وارطبيين ومقرمشين بحل اللاعات صيدتوهم تبنى اقتراح تديلوا منه الاعجاب ديالكم الى اعجبوكم في العادة ما تنسوش تخلي بليها اللايكات كنشكركم دائما على الحسن المتابعة وبهدا كنصلت نهاية وصفة لي مع وصفات اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة